اشتركوا في القناة وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَايِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلِّ شَيْءٍ قُبْلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا إِلَّا إِنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ اكْتَرَهُمْ يَجْهَلُونَ وَكَذَلْكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍ عَدُوًا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّي وَحِيْ بَعْضُهُمْ لَا بَعْضٍ زُخْرُهُ فَالْقَوْنِ غُرُورًا وَلَمْ شَيْءَ رَبُّ كَمَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ وَلِتَصْرَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الْذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرَضَاهُمْ وَلْيَقْتِرِفُوا مَا هُمْ مُقْتِرِفُونَ أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَضِيَ حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ آتِيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَإِنَ تُضِيعَ أَكْثَرَ مَا فِي الْأَرْضِ يُضِلُّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا الْأَخْرُصُونَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يَضِلُّ عَنْ سَبِيلِكَ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُكْتَدِينَ فَاكُلُوا مِمَّا ذُكْرَ رَسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ كُنتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ رَسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَمَادُ فَاصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا ضُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَادِينَ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِمُونَ الْإِثْمَ سَيُجْتَوْنَ بِمَا كَانُوا يَبْتِرِفُونَ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقُ وَإِنَّ الشَّيَاضِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنَ ضَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ أَوَمَا كَانَ مَيْتَا فَاحِيَيْنَاهُ وَاجْعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْسِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسِ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَا لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَكَدَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلْنِ قَارِيَةٍ اَكَابِرًا مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُونَ فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنْفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَا نُؤْمِنَ حَتَّى نُبْتَى مِثْلَ مَا أُوْدْ يَا رُسُلُ اللّٰهُ الله أعلم حيث يجعل رسالته سَيُصِيبُ الَّذِينَ يَجْرَمُوا صَوَارُ عَدَى اللَّهِ وَعَذَابُ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحُ صَدْرَهُ الْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلِ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصْصَعَدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّدْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ وَهَذَا صِرَادُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَادْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِيدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جِمِيعًا يَا مَعَشَرَ الْجِنِّ قَدْ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنْ الْإِنْسِ وَقَالَ يُرِيَاهُمْ مِنْ إِنْسِ رَبَّنَ اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا وَبَلَغْنَا أَجْلَنَا الَّذِي أَجْلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَى مَا شَاءَ اللَّهِ إِنَّ رَبَّكِ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَكَذَلِكَ نُؤْلِي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ يَا مَعَشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسَا لَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنذِرُونَكُمْ مِنْ قَاءَ يَابِكُمْ هَذَا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك إن لم يكن ربك مهنك القرى بظلم وهدها غافلون ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عن ما يعملون وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشاكم من ذرية قوم آخرين إنما توعدون لآتم وما آتم بمعجزين قل يا ظالم يعملوا على مكانتكم مني عامل فسوف تعلمون ما تكون له عاغبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله فما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون وكذلك زين الكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم هما يفترون وقالوا هذه أنعام وحرث الحجر لا يضعمها إلى من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتران علي سيجزيهم بما كانوا يفترون وقالوا ما في مضون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتا فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزبهم الله افتران على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين وهو الذي آشى جنات معروشات وغير معروشات والنخل والنخل والزرع مختلفا نكلوا والزيتون والرمان متشابه والرمان متشابه وغير متشابه كلوا من ثمره إذا اثمروا وآتوا حقه يوم حصاد ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رسبكم الله ولا تتبعوا خضوات الشيطان إنه لكم عدو مبهي ثمانية أزواج من اللقن اثنين ومن المعز اثنين قل آذ ذكرين حرم أم الأنثين أما اشتملت عليه أرحام الأنثين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل آذ ذكرين حرم أم الأنثين أما اشتملت عليه أرحام الأنثين أم كنتم شهداء إذ وصراكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا يضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أجل فيما أوحي يلي محرما على طاعم يضعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خزير فإنه رجس أو فسقا أهلل غير الله به فمن ضر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي غفور ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحوبهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو مختلط بعاطهم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون فإن كذبوا يكفبوا ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا أبونا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عيدكم من علمه فتخرجوه لنا إن تتبعون إلى الظن وإن أنتم لا تغرصون قل فليله حجة البالغة فلما شاء لهداكم مجمعين قل هلما شهدائكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهوال الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون قل تعالى ما هرم ربكم عليكم أن لا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بضن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا ما ليلتي من إلا ميلتي هي أحسن حتى يبلغ شدة وأوفوا الكيل والميزان بالقصب لا نكيف نفسا إلا بسعى وإذا قلتم فعدلوا ولو كانتا قربا وبعهد الله أوفو ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيمة فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيل لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بالقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه وتقول لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما وزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أننا وزل علينا الكتاب لكنا أهدا منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم مما كذب آيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب سوء العذاب بما كانوا يصدفون هل ينظرون إلا تأتي يوم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون إن الذين فرقوا دينهم وكانوا إشيعا يسلمنهم في شيء إنما أمروا من الله ثم ينبيهم بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنة فلو عشوا أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون قل إنني أدعني ربي إلى صاد المستغين دينًا وضيمن بلدة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحيائي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قلها غير الله يضي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزروا أزرة وزغة أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبيكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي يجعلكم خلايف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم سورة الأعراف مكية بسم الله الرحمن الرحيم ألف الأمم صاد كتاب نوزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتعذر به وذكراج المؤمنين اتبعوا ما نوزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قال إلى ما تذكرون وكم من ضرعة أهلكناها فجعاها بأسنا بياتا أو هم قائلون فما كان دعواهم إذ جعاهم بأسنا إلا قالوا إنا كنا ظالمين فلنسألن الذين كرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنأصلن عليهم بعلم وما كنا ظائبي والوزن يومئذ للحق فما وثبت موازينه فهولاك هم المفلحون ومن خفت موازينه فهولاك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا بما كانوا بآياتنا يظلمون ولقد مكناكم في الأرض وجعلناكم فيها معايش قليلا ما تشكرون ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملاكة اسجدوا ثم قلنا للملاكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلى إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خلع منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال أغرني إليه يميب عثور قال إنك من الموظرين قال فبما أغيتني لأبعدن لهم صراطك المستقيم ثم لا في أنهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعلى إيمانهم وعلى شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال أخرج منها مثلما مدعورا لما نتبعك منهم لأمن أن جهنم منكم مجمعين ويا نسكنات وزوجك الجنة فكلا من حيث شكتما ولا تضربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهم الشيطان ليبدي لهما ما موري عنهما من سواتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكي أو تكونا من خالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما دورور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سواتهما وطفضا يخصفان عليهما من ورغي جنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عانتنكم الشجرة وأقول لكما وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفرنا وترحمنا لنكوننا من خاسرين قال احبطوا بعضكم لبعض العدو ولكم في الأرض مستقروا ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون يا بني آدم قد أزل عليكم لباسين وعلي سواتكم مريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج بغيكم من التنة ينزعوا عنهما لباسهما ليريهما سواتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث يرونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها بانا والله ومرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوعكم عيدكم لمسجد ودعوه مخدصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا أداء وفريقا حق عليهم الظلالة إنهم اتقذوا الشياطين أولياء أميدون الله أولياء أميدون الله ويحسبون أنهم مهتدون يا بني آدم خذوا زينتكم عيدكم للمسجد وكلوا واشغبوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين قل من حرم سينة الله التي أخرج العباده والطيبات من الرزق قل هي الذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات قوم يعلمون قل إنما هرم ربيا فواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي والإثم والبغي بغير الحق واتشركوا بالله ما لم ننزل به سلطانا وما تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل أمة أجعل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون يا بني آدم إما يأتي أنكم رسل منكم نقصون عليكم آياته فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولاك أصحاب النار هم فيها خالدون فمن أظلم بمن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولاك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا قالوا إنما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين قالوا دخلوا في أممي قال خلت من قبلكم من الجن واليس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا داركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا ربنا هؤلاء يضلوا نافاتهم عذابا ضعفا من النار قال لكلنا ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم ليخراؤهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلوا إلى الجنة ولا يدخلوا إلى الجنة حتى يلجأ الجمل في سم الخياط وكذلك نزل المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم رواش وكذلك نزل الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزعنا ما في صلورهم من غير تجري من تحتهم الأنهار وقال الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة رثمها بما كنتم تعملون ونعدى أصحاب الجنة أصحاب النار وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبعونها عمجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة سلام عليكم لم يدخلوها وهم يضمعون وإذا صرفت أرصالهم تلقاء أصحابنا لقالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الضالمين ونادى أصحاب الأعراف رجال يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أنفيدوا علينا من الماء أنفيدوا علينا من الماء ومما رسبكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم نأساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون ولقد جئناهم بكتابه فصلناه على علم الهدى ورحمة القوم يؤمنون هل ينظروا إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا نشفعا فيسفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أن تسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون إن ربكم الله الذي خلف السماوات والأرض في ستة أيامي ثم استوى على العرش ثم استوى على العرش يوشي ليلة النهار يضلقه حثيثا والشمس والقمر والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخالق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خافا وضمعا إن رحمة الله طريق من المحسنين وهو الذي يرسل الرياحا دشرا بين يدي رحمته حتى إذا قلت صحابا اثقانا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به ميكلين الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي يخبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم أتاب يغب عظيم قال الملم من قومه إنا لنراك في ظلال مبين قال يا قوم ليس بي ظلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون أو عجبتما جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم ليذركم ولتتقوا ولعلكم ترحبون فكذبوا فعجيناه والذين معه في الفلك وأرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين وإلى عاد نخاهم هودا قال يا قومي اعبد الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون قال الملوين الذين كفروا من قومه إنا لنراك إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من كاذبين قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح ممين أو عجبتما جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم ليذركم واذكروا إذا جعلكم خلفاء من بعد قوم يحب وسادكم في الخلق بسطة فاذكروا أعلى الله لعلكم تفلحون قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونثر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعيدنا للكوت من الصادقين قال قد وقع عليكم من ربكم ردس وغضب أتجادلوني في اسمها إن سميتمها ثم أباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فاتضروا إني معكم من المتضرين فأجيناه الذين معهوا برحمة منا وقضعنا دابرا الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين وإلى ثموداقهم صالحا قال يا قوم يعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسهول فيأخذكم عثاب نلي واذكروا إذا جعلكم خلفاء من بعد عاد وبواكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكرواها لا الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين قال الملوين الذين استكبروا من قومه لذين استضعجوا لمن آمن منهم تعلمون لمن آمن منهم تعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا من الذي آمات به كافرون فعطروا الناغة واعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح اقتنا بما تعيدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الراجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم نسالة ربي ونصحت لكم ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين واللوضة إذ قال لقوم هي تأتون الفاعشة ما سببكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهرة ميدون النساء بل أنتم قوم مسرقون وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم ناس يتطهرون فأجيناه أهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمضرنا عليهم مغرا فأظر كيف كان عقبة المجرمين وإلى مدنة فهم شعيبا قال يا قوم اعبد الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والمنسان ولا تبخسوا الناس اشياهم ولا تفسدوا في الأرض ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تبعدوا بكم صراطين تعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبونا عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وأنظروا كيف كان عقبة المفسدين وإن كان ضائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وضائفة وضائفة لم نؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين صلى الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر